شركة تركية تطور محركات محلية لأنظمة كبح الطائرات إذن قال حليم توسون المدير العام لشركة تومسان التركية للمحركات والجرارات والصناعات الدفاعية إن أنظمة كبح الطائرات التي تنتجها الشركة تضمن هبوط الطائرات الحربية وتوقفها بأمان على المدرجات القصيرة في تصريحات للأنظول على هامش معرض قونيا الدولي للمعدات الزراعية تحدث توسون عن جهود الشركة ومشروعاتها لتلبية احتياجات تركيا من المحركات المحلية للمركبات البرية والبحرية المدنية والعسكرية وعن خدماتها لقطاع الصناعة الدفاعية وأوضح أنهم قدموا لهيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية المحرك الأصلي لاستخدامه مع المركبات المدرعة التكتيكية ذات العجلات مشيرا إلى أن مرحلة الاختبارات النهائية ستنتهي في أغسطس آب المقبل اشتركوا في القناة